بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم في خدمة دروس في هذا الدرس لأصف الأول متوسط في الفصل الدراسي الثاني في مادة لغة الخالدة مبوع درسنا لهذا اليوم هو الأسلوب اللغوي بعنوان الجملة الخبرية المثبتة الفعلية نشاهد أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع منك في نهاية الدرس بإذن الله أن تعرف الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية وأن تعرف مكونات الجملة الخبرية المثبتة الفعلية وأيضا التعرف إلى أدوات النفي واستخدام الجملة الخبرية المثبتة الفعلية في التواصل نشاهد تهيئة هذا الدرس أولا أسمي أصحاب المهن التالية ثم أعيد كتابتها كما في المثال في المجموعة ألف الصحفي يطرح قضايا تهم المجتمع في الصحف اليومية نشاهد المجموعة كيف تغيرت الجملة يطرح الصحفي قضايا تهم المجتمع في الصحف اليومية هنا بدأنا بالصحفي وأصبحت جملة اسمية وهنا غيرنا الجملة فكانت جملة فعلية يطرح الصحفي بدأنا بالفعل فكانت جملة فعلية فقلنا يطرح الصحفي قضايا تهم المجتمع في الصحف اليومية في الحقل الثاني هنا لدينا فراغ لصاحب المهنة ينزل بمطرقته على سنداني فتصنع قضبان الحديد من هو صاحب المهنة هنا ينزل بمطرقته على سنداني فتصنع قضبان الحديد ماذا نقول من صاحب المهنة هنا نعم أحسنتم الحداد الحداد ينزل بمطرقته على سندانه فتصنع قضبان الحديد طيب المجموعة باء ما رأيكم كيف نحول الجملة كما في المثال في الأعلى نعم أحسنتم ينزل الحداد بمطرقته على سندانه فتصنع قضبان الحديد طيب نشاهد هنا هذه الجملة فراغ يجلون الأفكار ويهذبون النفوس ويحيون العقود من هم هؤلاء في الفراغ هنا يجلون الأفكار ويهذبون النفوس ويحيون العقود نعم أحسنتم المعلمون يجلون الأفكار ويهذبون النفوس ويحيون العقود طيب كيف نحول الجملة إلى جملة فعلية في المجموعة بها نعم أحسنتم نقول يجلي المعلمون الأفكار ويهذبون النفوس ويحيون العقول أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد هنا هذا المثال فراغ يرفع صوته بالحق معلنا دخول وقت الصلاة ها من هو يرفع صوته بالحق معلنا دخول وقت الصلاة نعم أحسنتم المؤذن المؤذن يرفع صوته بالحق معلنا دخول وقت الصلاة نحولها في المجموعة بها كيف نقول أحسنتم يرفع المؤذن صوته بالحق معلنا دخول وقت الصلاة أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد الجملة الأخيرة هنا فراغ تقص القماش لتحوك منه الأثواب الجميلة فراغ تقص القماش لتحوك منه الأثواب الجميلة من هي صاحبة المهنة هنا؟ أحسنتم الخياطة تقص القماش لتحوك منه الأثواب الجميلة نحول الجملة هنا إلى جملة فعلية ماذا نقول نعم أحسنتم نقدم الفعل فنقول تقص الخياطة القماش لتحوك منه الأثواب الجميلة أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد عرض الدرس هنا أولا أصنف العبارات السابقة في الحقلين ألف وباء وفق أنواع الجمل ماذا نقول في الحقل آلف قبل قليل من أي أنواع الجمل نعم أحسنتم جملة اسمية والحقل باء جملة فعلية أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد هنا أكمل من خلال ما تعلمته من قواعد نحوية آلفا الجملة الفعلية تتألف من ماذا أحسنتم من فعل وفاعل طيب أنواع الفعل ثلاثة ما هم ماضي نعم ومضارع وأمر أحسنتم إذن ماضي ومضارع وأمر أحسنتم أتذكر أن من الأدوات التي تدخل على الجملة الخبرية الفعلية وتفيد نفي حدوث الفعل أولا لدينا هنا ما تشاهدون ما هنا هي للماضي هذه من الأدوات التي تدخل على الجملة الخبرية الفعلية وتفيد نفي حدوث الفعل تفيد نفي حدوث الفعل الماضي تدخل عليه فقط ما أما المضارع فتدخل عليهما وتدخل لم وتدخل لن وأيضا لا النافية كل هذه الأدوات تدخل على الفعل المضارع نشاهد هنا أقارن بين كل جملتين فيما يلي من حيث المعنى ثم أكمل التصنيف نشاهد الجملة الأولى في اليمين أتم رواد الفضاء بناء محطات فضائية في مدارات حول الأرض أتم رواد الفضاء بناء محطات فضائية في مدارات حول الأرض شاهدوا الجملة التي بجانبها كيف تغيرت بدخول أداة النفي هنا قلنا ما أتم رواد الفضاء بناء محطات فضائية في مدارات حول الأرض نفينا هنا إذن هنا مثبته وهنا فقط دخلت ماء ونفت الجملة بمعناها كاملا شاهد الجملة الأخرى حتى يتبين المعنى يتم رواد الفضاء بناء محطات فضائية في مدارات حول الأرض طيب في الجملة الأخرى لم يتم رواد الفضاء بناء محطات فضائية في مدارات حول الأرض إذن هنا إثبات وفي الجانب الآخر لدينا النفي فقط بدخول أداة النفي تنتفي إذن قلنا هنا جملتان فعليتان مثبتتان وهنا جملتان أيضا فعليتان نعم ولكنهما منفيتان أحسنتم جملتان فعليتان منفيتان نشاهد هنا أدوات النفي ما ولم أحسنتم نشاهد هنا ثالثا أقرأ الجمل الفعليات التالية ثم أتابع التصنيف فيما تحته خط وفق النموذج المعطى لدينا هنا النموذج رقم واحد يعاني البحار كثيرا من المشاق أثناء الغوص أملا في الحصول على صدفة قد تحوي حبة ثمينة الفعل بالتأكيد أحسنتم يعاني زمن الفعل نعم مضارع في الوقت الحالي الفاعل البحار يعاني من البحار طيب اثنين ماذا سيحدث عندما نزرع اللؤلؤ داخل الصدفة ها الفعل نزرع أحسنتم وزمن الفعل مضارع نعم أحسنتم والفاعل نعم ضمير ضمير مستتر تقديره نحن وأحسنتم قلنا الفعل نزرع وزمن الفعل هو المضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن طيب ثلاثة سوف أدرس شيئا عن حياة المحارة داخل الصدفة سوف أدرس شيئا عن حياة المحارة داخل الصدفة ها ماذا نقول الفعل أدرس أحسنتم وزمن الفعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره سوف أدرس نعم تقديره أنا أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد هنا الجملة الفعلية رقم أربعة ذات يوم حدث تغيير في اقتصاد هذه الدولة ذات يوم حدث تغيير في اقتصاد هذه الدولة ما رأيكم؟ نعم الفعل حدث وزمن الفعل في الزمن الماضي أحسنتم والفاعل تغيير أحسنتم بارك الله فيكم طيب رقم خمسة لقد ماتت كل المحارات التي كان يحلم بها بالفعل نعم الفعل ماتت أحسنتم وزمن الفعل ماضي والفاعل كل أحسنتم لقد ماتت كل المحارات التي كان يحلم بها بالفعل طيب رقم ستة لم يهتم ميكوموتو بما تنبأ به الناس عن إخفاقه لم يهتم ميكوموتو بما تنبأ به الناس عن إخفاقه أين الفعل؟ يهتم أحسنتم زمن الفعل؟ مضارع والفاعل؟ نعم ميكوموتو أحسنتم طيب رقم سبعة يصبح الجسم الغريب ناعما أملس لا يؤذي يصبح الجسم الغريب ناعما أملس لا يؤذي ها أين الفعل؟ يؤذي أحسنتم زمن الفعل؟ نعم المضارع والفاعل ضمير مستتر؟ نعم أحسنتم ضمير مستتر تقديره ماذا؟ لعم هو لا يؤذي أحسنتم بارك الله فيكم رقم ثمانية إذا نجحت كفكرة فإنها لن تنجح كصناعة وتجارة ها ماذا نقول؟ نعم تنجح الفعل وزمن الفعل المضارع والفاعل أيضا ضمير مستتر ضمير مستتر تقديره تنجح هي أحسنتم بارك الله فيكم طيب تسعة لكنه ما نجح لفقده الخبرة في علم الأحياء أين الفعل؟ نجح أحسنتم زمن الفعل؟ هل نقول مضارع أو ماضي؟ نجح نعم أحسنتم ماضي طيب الفاعل؟ نعم أحسنتم ضمير مستتر أحسنتم بارك الله فيكم أستنتج أن الجملة الفعلية المثبتة هي التي لم تسبق بأحد أدوات النفي التالية وهي ما ولم ولا أن نافية ولن والسين وسوف حرفا يختصان بالفعل المضارع تدل الأولى على المستقبل القريب والثانية على المستقبل البعيد أما قد فهي حرف يدخل على الماضي فيفيد تحقيق حصوله وتدخل على المضارع فتفيد التقليل أو الترجيح نشاهد التدريب الختامي هنا أصوغ جملة من تعبيري كما في المثال نشاهد المثال جعلت النشاط المدرسي جزءا مهما في حياتي كيف أصوغ جملة من تعبيري كما في المثال جعلت النشاط المدرسي جزءا مهما في حياتي نعم أحسنتم نقول مثلا جعلت قراءة القرآن جزءا مهما في حياتي جعلت قراءة القرآن جزءا مهما في حياتي أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد النشاط المدرسي جزءا مهما في حياتي نعم أحسنتم أقول سأجعل قراءة القرآن جزءا مهما في حياتي أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم الجملة الخبرية المثبتة الفعلية تعريف الجملة الفعلية المثبتة هي التي لم تسبق بأحد أدوات النفي تعريف الجملة الفعلية المثبتة هي التي لم تسبق بأحد أدوات النفي وأدوات النفي هي ما ولم ولا أن نافية ولن وبهذا يكون درسنا لهذا اليوم انتهى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا